تسع عائلات نازحة من أصل عشر عائلات ترفض العودة إلى مناطقها في محافظة صلاح الدين هذه هي أحدى مخرجات تقرير للمنظمة الدولية للهجرة بشأن التقدم الحاصل لعودة النازحين والمقيمين وإيجاد الحلول المستدامة في المحافظة المنظمة أكدت في تقريرها أن الميليشيات الموالية لإيران لعبت دورا مؤثرا في منع عودة أغلب العائلات من خلال ارتفاع معدلات القتل والاختطاف والإخلاء القسري بشكل استثنائي ناهيك عن تدمير الممتلكات الخاصة والاستيلاء على منازل للسكان الأمر الذي فاقم الانقسامات المجتمعية في مدن ومناطق ريفية بأكملها في مرحلة ما بعد تنظيم داعش واليوم وبعد مرور نحو عقد من الزمن لا تزال العائلات المهجرة ممنوعة من العودة بشكل مباشر أو غير مباشر خاصة أولئك الذين تلاحقهم تهمة الانتماء أو التعاون مع داعش دون دليل ملموس لا سيما في مناطق تكريت والشرقاط وبيجي وطوس خرماتو وبلد حيث تباطأت وتيرة عودة العائلات إلى حد بعيد بسبب ممارسات الميليشيات وجهات عشائرية موالية لها عوامل تؤكد بما لا يقبل الشك بأن التحديات الهائلة التي تواجه النازحين موجودة ومستمرة وبالإضافة إلى تلك العوامل فقد لوحظ في الآوينة الأخيرة أن مناطق النازحين في محافظة صلاح الدين تشهد أكبر تدهور للخدمات الأساسية ومنها نقص المياه الذي قلص بدوره الإنتاج الزراعي والذي أدى إلى انخفاض فرص كسب العيش القليلة أصلا في المحافظة ما جعل من عودة النازحين والعيش في مدنهم شبه مستحيل